وصب شاب بانفجار لغم أرضي من مخلفات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران جنوب محافظة الحديدة وذكر موقع سبتمبر نت عن مصادر محلية بأن لغم أرضي من مخلفات الميليشيا انفجر بشاب عشريني أثناء ما كان يقود دراجة نارية بمنطقة عكدة جنوب مدرية الجراحي هذا وأشارت المصادر إلى أن لغم انفجر بالشاب عندما كان يقوم بنقل أثات منزله على متن دراجته نارية